الالتهام المزمن لبطانة الجهاز الهضمى ونسب الشفاء تغذية مناسبة للوقاية من مشاكل الأمعاء الطريقة الصحية لحفظ الطعام تمارين رياضية لجسم سليم مرحبا لحد اليوم وبالرغم من تقدم الطب بعد فيه أمراض للأسف ما نوجد لعلاج شافي 100% من هون أهمية الأبحاث والدراسات اللي بيقوموا فيها العلماء والمتخصصين التهاب بطانة الجهاز الهضمى أو الكرونز ديزيز هو واحد من هالأمراض اللي لحد اليوم اللي شفها منها ما أنه كامل 100% والعلاج دايماً بيطور التطوير وين وصلت هالأبحاث بهالمجال وشو أبرز العلاجات رح نستوضحها مع ضيفنا الاختصاصي بجهاز الهضمى والتنظير التشخيصي والعلاجي وأمراض الكبد الدكتور علي خليل أهلا وسهلا فيك تفضل أهلا وسهلا شكراً أهلا وسهلا فيك دكتور بكل بساطة شو يعني كرونز ديزيز؟ كرونز بالحقيقة هو التهاب تقرحي بيؤدي إلى تقرحات التهابات مزمنة مزمنة يعني على مدار الزمن بتتكرر بصير بتعمل مشاكل مزمنة مع الوقت بتعمل مضاعفات مشان هيك خطورة هيدا المرض ومشان هيك مشكلة المشاكل أنه ما لقيله لما بتتعامل مع مرض مزمن إلو علاقة بالروماتيزم والأنتيباديز والالتهابات التقرحية ما فيه علاج دغري بتعطيه وبينتهي دغري سو أنت المشكلة بهذا المرض أنه لحنا حنتعرض لنكسات مع المريض ولازم نعالج النكسات سو لحنا منقدم علاج وفيه علاجات فعالة بس ما فيه شفاء كامل مرة واحدة كيف ببينه العوارض وشو أبرز العلاجات اللي نقدمها للمريض؟ بما أن حكينا أنه الموضع الأساسي بيتموضع بالأمعاء الدقيقة الأخيرة والكلون يعني عم نعمل وجع بطن عم نعمل إسهال متكرر عم نعمل مالبسوشن مالبسوشن يعني محل الأساسي التغذية الأساسية والبروتينيات الأساسية بالجسم تمرق بهالأماكن بالجهاز الهضمي ما فيه امتصاص ما فيه امتصاص بيصير فيه عدم أو سوق امتصاص بيؤدي إلى ضعف إلى ضعف بالمناعة ضعف بعد الأملاح والألبوم الألبوم هو البروتين الأساسي اللي بيعطيه حيوية ونشاط كيف يقدم له علاج لها المريض؟ العلاجات هلأ الأبحاث الجديدة مانا كتير جديدة من عشرة سنين صار فيه علاجات بيولوجية بيولوجية هو اكتشفوا أن الكرون بيفرز أنزيمات أو بروتينات مضرة بيفرزها الجسم وبتروح بتفتك بالخلايا بالجهاز الهضمي هذه اكتشافات جديدة كنا سابقا نعطي كورتزون للانتكاسات كورتزون مثل ما بتعرفون توداكاترا بيؤدي لها مشاكل بالارتفاع السكر بريتنشل المنيعة كمين التوطاية المنيعة ببطلة منيح للإنسان الغدد فيه غدد فوق الكلوي كمين بتتأثر عم نحاول نحد من استعمال الكورتزون بهالأمراض باكتشفوا مؤخراً أنه الفعالية بالعلاج أكتر هو اللي احنا نروح على هؤدي الأنتيباديز اللي بيفرزهم الجسم لحتى يعملوا التهابات بالأمكان المحددة بالجهاز الهضمي ومنعملها بلوك so anti-antibodies يعني منعمل بلوك لهالأنتيباديز بيبطل يفرز هالإنفلميشن ومنسيطر على الالتهابات واسيم نشوف اسم من مرضانا الصغار كمين بالتلاتينات دكتور عندهم مرض الكرون شو اللي بيقدل هيدا المرض يعني ستراس بيلعب دور التغذية بتلعب دور كتير بيسألونا هيدا السؤال تعددت أسبابه للكرون كتير بيبدأ المشاكل بتبين ممكن تكون familial يعني ممكن تكون العلاقة مرتبطة بعوامل عائلية أو وراثية 25% من الناس بيكون عندهم الكرون نلاقي عنصر أو عنصرين أو أكتر من العائلة عندهم ده الكرون أو الكرون's disease هيدا أول عامل هو العامل الوراثي بعدين مثل ما اتفضلت ستراس هو مش بس ستراس هو إذا بدك التعصيب أو التشنش بس لوحده لما عم نعمل ستراس لجهاز الهضمي مثلا ما عم نام منيح ما عم ناكل منيح عم نفوت أجسام غريبة بالأكل مش عم ننتبه عند الطفل بتبلش من أعمار صغيرة وببلش الconsequences أو التداعيات بتبلش بأعمار كبيرة أو عند المتل ما اتفضلت النكاسات بتصير أكتر بين أعمار 25-35 سنة والأعمار التانية بين الـ 55-55 سنة في عامل مهم جدا هذا له علاقة بالتوعي يعني لازم نحكيه لما بكون الأطفال صغار رضع أو أعمارهم مبكرة نعطيهم أنتيبيوتكس من دون ما يكون فيه جود انديكيشن يعني عم نعطي مضادات حيوي لألتهابات بسيطة ممكن يكون نتيجة نعطي هالأدوية الالتهابات شو بيصير فيه تغير بالفلورة بالأمعاء البكتيريا المنيحة عدد كبير من البكتيريا المنيحة بتموت وبصير فيه تكاثر لبكتيريا مش منيحة ضارة مع الوقت تعمل بكتيريا يعني بتصير هالبكتيريا بتتحكم بالأمعاء وبتساعد للالتهابات المزمنة وبسيطر هيدا الانتيباضيز عليها وبيأدي للالتهابات المتكررة شغلة كتير مهمة دكتور مرسي دويت علي لأنه منشوف كتير out of the counter يعني بيوسفو الانتيبيوتيك بس تنريح راسنا مش for good indication ده موضوع لازم ينحكي عنه حلقة كاملة بالنسبة للكرون طيب أوقات بيصير فيه تأخير بالتشخيص أو بيصير فيه إهمال بأخذ العلاج هل هو مرض خطير بيقدر يهدد حياة الشخص أو لا السؤالين أنا برأيي كتير كتير مفصليين ومهمين وأساسيين أساسيين هذا السؤالين هل هو بيأدي لوفات أو بيأدي لخطورة مثل الكنسر لا بشكل عام بس بيأدي لإذا بدك لمضاعفات ومشاكل كتير ممكن تأدي لعمليات جراحية دخول المستشفى متكرر توقيف عن العمل أخذ جرعات كبيرة من الكورتزون إذا ما انتبعنا السؤال الثاني اللي هو كتير مهم لما منطول أنا عمل check-up لما منطول منطول مدة التشخيص مشان هيك فيه alarming signs فيه عوارد لازم ننتبه له ونوجه الحديث للناس إذا بيصير في عندهم إسهال متكرر أو مزمن أكتر من أسبوع إذا بيصير فيه ضعف بالوزن إذا بيصير فيه دم أو قيح مادة مثل قيح بالخروج بالبراز هذه كتير مهمة وما عم تتعالج بشكل مثلا عم ناخد لحنا ببناظول عم ناخد شيء لتشانوجيات المصران أو حتى عم ناخد انطيباتيكس وما عم نصح هون اللجوء للفحوصات وللفحوصات المخبرية التنظيرية الإشاعية كل ما شخصنا هذا المرض بمراحله الأولى بمراحل غير متقدمة كل ما النتيجة والأوتكم كان أعلى بكتير ويمكن ما نلجأ لأي أدوية بيوروجية أو كورتزون يمكن نلجأ مرات لبعض الأمور الوقائية أو بعض الفولو أب مع المريض كتير مهم لمتابعة بقى هذا كتير كتير مهم واحد الاكتشاف المبكر والتشخيص السريع للمرض زكريت حنان عمر 30 سنة هل يكتشف بعمر أصغر كمان؟ نعم فيه كرون عند الأطفال فيه أمراض بيفوتوا عن مستشفى أطفال الكرون ممكن يصيبوا الإنسان لعمر أشهر وبعد التسعين بس لحنا فيه بريفيرانس فيه قلنا أنه بين الخمسة عشرين وخمسة وثلاثين البيك وبين الخمسة وعربين وخمسة وخمسين فيه بيك تاني بس للأسف بعض الأطفال يصابوا بالكرون وبعض العجز أو الكبار بالعمر قد يصابوا بالكرون وهون إذا بدك العلاجات أصعب لأنه ما عم توطي المناع عند الصغير أو عم الكبير بالعمر في عندك الرزق تبع العلاج أكتر من الشباب دكتور علي الخليل الحديث معك مشوق جدا كنا حابين نسألك بعض أسئلة كثيرة بس بسبب الوقت مش قدرين نشكلك عوجودك معنا وأهلا وسهلا فيك هل تعلم؟ يتم تشخيص ما يقارب شخص واحد من كل مئة شخص في الولايات المتحدة بمرض التهاب الأمعاء ويتساوى احتمال إصابة الرجال والنساء بمرض كرون يزيد التدخين من خطر الإصابة بمرض كرون ويمكن أن يساعد الإقلاع عن التدخين في تحسين الأعراض تعتبر الولايات المتحدة والسويد من بين الدول التي يوجد فيها أعلى نسبة إصابة بمرض التهاب الأمعاء أما الصين، اليابان، كوريا الجنوبية والهند فهي من بين الدول التي يوجد فيها أدنى معدل إصابة مرض التهاب الأمعاء نظام الغذاء إلى دق الكرون شو لازم ناكل؟ وشو لازم نتجنب من أطعمة؟ معلومات بتخبرنا عنها خبيرة التغذية راند الديسي اللي بتنضم لقلنا من الأردن أهلا وسهلا راند هلو دكتور حنان كيفي؟ منيحة وأنت راند حمد الله كيف كخبيرة التغذية بتعرفي مرض الكرون؟ بشكل عام دكتور هو الكرون عبارة عن مرض غير معروف المسبب الرئيسي تابعه ولكن هو يؤدي إلى الاتهاب بالأمعاء طبعا ممكن يحصل بأي منطقة من مناطق الجهاز الهضمي ولكن هو أكثر شيوعا عادة بالأمعاء الدقيقة والبداية من الأمعاء الغليبة هاي الالتهابات عادة بتتزايد مع الوقت يعني كل ما بمر الوقت أكتر كل ما الشخص ممكن يشعر بأعراض أكتر من مرض الكرون وهو مرض التهابي بحث يعني هو بس بسبب الالتهاب عندي بالجسم بتأدي إلى هاي المشاكل الهضمية وكمان ممكن للأسف إنه يزيد مشاكل الكرون مع تقدم العمر يعني كل ما بيتقدم الشخص بالعمر ممكن تزيد الأعراض عنده أو ممكن تزيد المساحة اللي بيكون موجود عندي فيها الالتهاب بالأمعاء اللي موجودة عند الشخص إذا ما تعالج منه بالطريقة الصحيحة أو على الأقل قلل من الأعراض اللي ممكن يشعر فيها عبر اتباع الحمية الغذائية الصحيحة أهم سؤال رند هلأ راح اطرحه والكتير نطرين الجواب شو لازم يأكل مريض الكرون؟ أوكي هذا أهم سؤال مثل ما حضرتك حكيتي لأنه عن جد بهاي الحالات الشخص بيكون محتار شو آكل؟ عن جد طيب بعض من البرامج الغذائية بتنصح إنه الشخص يأكل كميات كبيرة من الألياف بعدين ممكن إنه يرجع يفتح موقع تاني على الانترنت ويشوف إنه الأفضل إنه هو يبتعد عن الألياف في بعض من الحالات بقوله إنه ياخد كميات من البروتين عالية وكمان بعض من الصفحات ممكن يقولوله يبتعد عن البروتين فلحتى نحكي بشكل مبسط عن البرنامج الغذائي الأمثل لمرض الكرونز هو مختلف تماماً من الشخص إلى آخر أنا دائماً بنصح مريض الكرونز إنه يعتبر جهازه الهضمي مثل البصمة اللي نحنا عنا إياها على الجسم هاي البصمة بتختلف ما بين كل الأشخاص حول العالم وبنفس الشيء ردة فعل جهازنا الهضمي للأكل للأشخاص اللي عندهم كرونز يعني بشكل بسيط ممكن إنه أنا أكل أكون مصابة بالكرونز وأكل ألياف بنسبة عالية وأتعب بشكل كتير كبير يصير في عندي للأسف سوء بالهضم يصير في عندي نفخة يصير في عندي إثهال يصير في عندي دم على الإخراج يصير في عندي فتاء في بعض من الحالات أو حتى ممكن تتوصل إلى أنها تصير تقرحات وممكن شخص آخر يكون مصاب بالكرونز ولكن الألياف تتريحه من كل الأعراض اللي هو ممكن يشعر فيها عشان هيك لحتى نقدر نعرف شو نظام الغذائي الأمثل هو دائماً لمريض الكرونز بيجي عبر التجربة الأفضل إنه هو لمدة ثلاث أيام نحن نعمل نظام غذائي موحد نفس الفطور نفس الغداء نفس العشق نفس السناكس وأقدر أقرأ ردة فعل جهازي الهضمي تجاه الأكل اللي أنا أكلته ونعمل لهذا الشخص فود دايري اللي هي مذكر الطعام يكتب فيها الأكلات اللي كانت ملائمة إله والأكلات اللي شعر فيها بتهيج أو بسوء بالهضم أو بصار عنده دم مع الإخراج بالأيام اللي أكل فيها هاي الأكلات وكل ثلاث أيام لازم يتغير هذا البرنامج لشيء مختلف تماما نجرب فيه أغذية جديدة ومن التالي يتوصل الشخص إلى مذكرة هاي الفود دايري هي فيها كل الأكل الملائم إله والأكل الغير ملائم إله لازم يبتعد عنه طيب رند نحن بنعرف أنه في مشكلة بامتصاص الأكل من هالمصران اللي بيكون مريض هذا الشيء بيؤدي لنقص ببعض المواد بالجسم شو المتميمات الغذائية اللي بتنصح هي فيها لمريض الكرون أوكي بشكل مبسط مرضى الكرون بيكون عندهم نسب خطارة السوائل أعلى فبذلك هم معرضين للجفاف بشكل أكبر لازم أنهم يزيدوا كميات السوائل أكثر الطبيعي من استهلاك السوائل للشخص العادي هو 30 ملي لكل كيلو جرام من الوزن يعني لشخص وزنه 60 كيلو جرام هو بيحتاج 1.8 لتر 1.8 لتر مريض الكرون لازم يزيد لتر من المي على احتياجات جسمه لحتى يغطي احتياجات جسمه ويمنع حصول الجفاف ثانياً بيحتاج أنه يركز على مصادر البوتاسيوم وبيقدر يحصل عليها من مصادر طبيعية مثل الموز المكسرات أو الخضار الورقية الداكنة البوتاسيوم بيساعد على أنه يقلل الإثهال وللأسف بيصير في عنها نقص بوتاسيوم بسبب زيادة مشاكل الإثهال عند مريض الكرونز فبالتالي إحنا ما نعوضه بالغذاء ثالثاً في بعض من الحالات إذا بيكون في عندي فتاء أو بيصير في عندي أي نوع من أنواع التقرحات هذا بيقيق انتصاص الحديد فمرض الكرونز عادة ينصحه بتناول الحديد والأفضل إنه في عنا مكملات حديد بتكون امتصاصها من قبل الكبد بنسميها ليبوسوم الآيرن حبة الحديد نفسها بتكون مغطية بالدهون فبالتالي الجسم ما بيمتصها من الأمعاء بيمتصها من قبل الكبد امتصاصها أسهل لمرض الكرونز وما بتأدي إلى إسهال أو حتى مشاكل بالهضم أخيراً مريض الكرونز عادة بيحتاج إلى فيتامينات با الشاملة إن كان فيتامين بي 6 ليعطيه طاقة أو بي 12 اللي عادة بيكون امتصاصه من قبل المعدة في حالات التهيج ما بتكون الامتصاص بالشكل جيد يعني نحن رن من أسبوع لأسبوع عم نستنى هالفقرة لنتعلم منك أكتر وأكتر يعني أنا وحنان وكل المشاهدين شكراً دكتور عم نستطر هالفقرة عن جد من أسبوع لأسبوع نحن مشكلة كتير لحضورك معنا من الأردن وهلأ مننتقل لفقرة الأكل الصحي وفقرة الرياضة بعد الفاصل صحتنا مرتبطة مباشرة بغذائنا ونحن مسؤولين بكتير أوقات عن سلامة الطعام اللي منتناوله من خلال خطوات بسيطة جداً بتوفر بيئة صحية لطعامنا وأثناء تحضير الوجبات موضوع منتناوله مع ضيفتنا الإختصاصية بالصحة العامة ريوا الأطرش تفضلي ريوا هلو كيف كنت؟ هاي ريوا هاي كيف كنت؟ ريوا رح بلش معك أنا بالسؤال الأول قدين احنا بالبيت منرتكب أخطاء من خلال تحضير الطعام وحفظ الطعام وممكن تأثر على سلامة الغذاء رح لخصلك يا هون بأربع قواعد ذهبية أول شي النظافة النظافة بمعنى غسيل الإيدين وبدي ركز على هالنقطة لأنه نحنا مناخد غسيل الإيدين بطريقة يعني منستهتر فيها شوي أنه شو ولو أنا إيدين ضاف فغسيل الإيدين نظافتهم نظافة الأدوات اللي عم نستعملون ونظافة الشخصية أنه نحنا كمان الشخص اللي عم بيحضر الطعام يكون عم بينتبه أو عم بيراعي قواعد نظافة الشخصية تاني شي الفصل الفصل بين أنواع الطعام اللي عم نحضرها يعني الخضرة بدا تكون مفصولة عن اللحوم ألواح التقطيع اللي بنستعملها للخضرة ما حتكون أبدا هي نفسها لللحمة لأنه لما نحنا منقصه بيصير في شقوق بهالألواح البكتيريا بتقدر تتكاثر بهالشقوق هاي دي ونحنا حتى لو غسلنا بالماء والصابون يمكن ما نقدر ننظفها كتير من يحوى وبالتالي بنعمل ما يسمى يعني التلوث والانتقال نرجع تالت نقطة الطهي كتير مهم الأكل بدنا نطهيه على درجة حرارة لا الاستواء يعني الجاج السمك اللحمة يكون مستوي من جوا لأنه الحرارة هي بتأتل كل الجراثيم وبالتالي بتحمينا من حالات التسمم الغذائي رابع نقطة هي حفظ الطعام وأنه نحفظ الطعام بالبراد وإذا كان يعني بده يكون برات البراد حد أقصى ساعتين للأكل المطبوخ لسبب رح أعطيك يعني أرقام بسيطة بيانت الدراسات أنه البكتيريا على درجة حرارة الغرفة إذا كانت مثل هلأ تأس حارب الصيفية بخلال 20 دقيقة عدد الكولونيز للبكتيريا بتتضاعف درب 2 التكاثر درب 2 فإذا كل 20 دقيقة نحن عم بيتضاعف عدد البكتيريا بالتالي خاليا أنت في أمور يعني مثل ما عم تذكر عايشينا كل يوم وما من انتبه له خلينا نبدأ بالأمور البديهية مثلا الخضار كيف أنا بقدر أعرف أنه هاي دي الخضار منيحة هاي دي نظيفة وكيف بقدر نظفها بالبيت هل نخل منيح؟ أوكي هلأ الخضرنا ما بدنا نختارها أكيد بدنا نختارها أنه ما تكون مهترية ما يكون عليها بقعة معينة يعني نشوف أنه شكلها تكون فراش طازجة وشكلها بميّن أنه منيحة بالبيت بدنا ننظف أكيد هلأ إذا بحسب البلد اللي نحن فيه إذا بدنا ناخد توصيات الـ CDC بأمريكا بيقولوا أنه نغسل بمي نظيفة ولكن مياه تكون جارية يعني نفتح الحنفية والمي تنزل على الخضار وخصوصا الورقية بكفي وأنفريكا بإيدنا كتير منيحة لكن إحنا ببلادنا ما منكون مأكدين أنه ميت الحنفية نظيفة وخصوصا منعرف بالمنطقة وخصوصا شفنا سنة الماضي تفشي للكوليرا ببلدان محيطة فينا وكان باللبنان في حالات للكوليرا فبهالوقت ما فينا نقول للناس غسلوا بالمي بس الخل بيساعد على أنه يقضي على نسبة كبيرة من البكتيريا والجراسين خل الأبيض صح الخل الأبيض لكن كمان هيدا الخل الأبيض ما فيه التركيز اللازم ليقضي عليها مية بالمية نحن المشتري بالسوبر ماركت المستعملوا بالبيت ما بيكون تركيزه العالي جدا اللي هو يستعمل إذا فينا نكون مضبوط ما بيكون غير هل الملح هو البديل؟ لا البديل أنه نعقم المي فإذا نحن المي بالبيت المية الخزان بدنا نعقمها بأقراص التعقيم أو إذا نحن بدنا المي اللي عم نغسل فيها الخضرة لكل لتر مي نقطتين من سائل الكلور اللي منجيبه للتنظيف وبنترك الميشة مدة نص ساعة على يتفاعل الكلور ومنغسل الخضرة والفاكهة ومنعقمها هيدا للخضرة بس منجي لللحوم لأن نحن منخاف من حالات تسمم من اللحوم شو بتنصحينا؟ كيف منحفظ اللحوم والدجاج والأسماء؟ وهل صحيح أنه ما لازم نغسل الدجاج كمان؟ مظبوط الدجاج فيه سلمونيلا فنحن لما منغسل خصوصا إذا فتحنا الحنفية ومنفرك الدجاج وهيك عم بتطرتش مي وبالتالي عم نخلي كمان فيها البكتيريا تتناثر حوالينا عم بتلوث أسطح موجودة بالمطبخ يمكن نحن ما نرجع نعقمها وننظفها مظبوط فهون منعمل أو انتقال للتلوث ستات البيوت عم تسمعونا؟ مشان هيك فينا ما نغسل الدجاج شو النقطة الأهم من غسيل الدجاج؟ وانه ينطبخ كتير منيح فإذا نحن لما منغسل الدجاج على درجة حرارة عالية ومنوصل للاستواء الكامل ما في خوف من السلمونيلا وما في خوف من الأمراض نفس الشي بالنسبة لللحوم انها تنتهى جيد جدا والأسماك كمان الاختصاصية بالصحة العامة ريوال أطرش نحن منشكريك كتير وشكرا عن النصائح القيمة اللي اعتتينا إياها أنا أكيد أنه كل ستات البيوت وكل اللي بيتهوا بالبيت تستفادوا كتير اليوم ونحن هلأ مننتقل للرياضة بعد وقفة مع هل تعلم؟ هل تعلم؟ المخاطر البيولوجية الكيميائية والمادية هي أكثر ثلاث مخاطر تؤثر على سلامة الغذاء حسب منظمة الصحة العالمية تشير التقديرات إلى إصابة ستمائة مليون شخص أي حوالي شخص واحد كل عشرة أشخاص في العالم بالمرض بعد تناول غذاء ملوث ووفاة 420 ألف شخص سنويا تبلغ نسبة الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم الخامسة بالإصابة بالأمراض الناتجة عن الأغذية غير السليمة 40% المدرب الرياضية ماريان وبعينه معنا اليوم بالستوديو هاي ماريان هاي دكتورز كيف سن؟ هاي ماريان الحمد لله شو بديك تعلمينا خطوات للحافز دايماً على رشاقتنا؟ اليوم دكتورز أنا اخترت تقوم بتمارين رياضية لنحت الجسم كرميل هيك بهيد الحلقة رح نكون عم نستعمل الدمبلز لنبرز العضلات بطريقة حلوة متبال شي معنا؟ أكيد هاي لكل المشاهدين لكل الحابين ينضموا لقلي من المنزل إذا عندكن دمبلز استخدمون وياللي ما عنده دمبلز فيكن تستعينوا بأنينتين ماي نص لتر كوسيلة بديلة جاهدين؟ يلا أول تمرين رح نقوم فيه لنشغل فيه عضلات الكتف رح نقوم بحركة الفرونت تريز هيك بنكون عم نشغل العضلات الكتف الأميمية تلاتة الظاهر مستقيم والأيدي كمان نطلع مستوى الكتف ومننزل لهون لنشغل عضلات الكتف الوسطى رح نعمل حركة كم مرة لازم نكررها؟ مثل ما ذكرت بالحلقات القبل أن المشاهدين بيعملون 3 جولات كل جولة 12 مرة بس أنا لأربح وقت عم بعملهم بس 6 مرات ومرة واحدة باليوم نعم ومرة واحدة باليوم هي حصة الرياضية اللي لازم يقوموا فيها 45 ديئة أو ساعة هي كافية ليكونوا عاملين فل بادي ويركاو لأن ننتقل لنشغل حركة الكتف الخلفية رح نقوم بحركة الفلاي أي بهيدا الشكل متل ما شفتو حانيت الأبر بادي طبعي أو الجزء العلوي شوي لقدام بهاد طريقة هيا خمسة وهيدي ستة هيك منكون شغلنا عضلات الكتف لهن ثلاثة من هون رح نتقل لجزء السفلي وشغل حركة السكواتس بهيدا الحركة نحنا رح نكون عم نشيد عضلات الأرجل الربعية أو ما يعرف بالكوادريسابس وعضلات الأرديف ما يعرف بالجلوتس منوسع من بعد الإجرين على مستوى الكتف بهيدا الشكل نسحب الحوض لورا ومنطلع لفوق اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة عباليك تنضمي لإيلي دكتور حنان؟ أكيد تفضل هلأ كرميل زيد تفضل لا زيد تشغيل عضلة الثالثة على الحركة السابقة اللي هي السكواتس رح قوم بما يعرف بالسومو سكواتس مشان هيك بها الطريقة رح لزيء الأرجل بها الطريقة نوقف لفوق نعمل توز هيلز توز هيلز هو توز بعد مرة لبرة لا بدأ يوسعون لبرة هيك بها الطريقة أكتر بباز بها الطريقة نحن فتحنا الأرجل بزاوية 45 درجة من هون رح نسحب الحوض لتحت بهيدا الحركة العضلة الزيادة اللي نحن عمل شغيلها هي أو ما يعرف بعضلات الأرجل الداخلية مرتين بعيد بسحب الحوض لورا مرابا دكتور ولللح حلقتنا بإخر تمرين لليوم رح نقوي عضلات بطة القجر مشان هيك منعلي الكعب لفوق ومنوتي أو ما يعرف بالكاف بسحب الحوض للمشاهدة ثلاثة 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 أنا رح ضل هون ثلاثة وهيك منكون خلصنا تمارين رياضية لليوم شكرا مريان بعينوا على التمارين رياضية المفيدة مشاهدينا وصلنا لختم حلقتنا ما تنسوا شو ما كانت المشاكل الصحية والعوارض اللي عم بتعانوا مننا بيبقى لتشاك أب الدورة والسنوية عند الطبيب هو المفتاح لجسم سليم إلى اللقاء